الحمد لله رب العالمين إلهي الأولين والآخرين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعه من واله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جز الله لإخوة الذين أتحدثوا من قبله في هذه المسائل التي تطرقوا لها من مسائل العقدية والتحذير الناس من الشرك ومن دعاة الشرك ومن أهل الطرق المتصوفة الذين نصبوا هذه الخيام ليوقعوا الضعفاء من الناس في حبائلهم والحمد لله الآن كثير من الناس عرفوا حقيقة هؤلاء المتصوفة الذين نسبوا إلى دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه من البدع زي المولد وزي الرقيصة قالوا لك أخو ناسا قبله شيئا ده ما من دين الله في شيء عشان كده الزول العاقل لو عاياً لأصحاب الطرق في المولد يتأكد أن هؤلاء على باطل ودينهم باطل وليس من الإسلام في شيء لأن ربنا قال الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب فهذا دين مقدمة كده الناس يأخذوه الحاجة الثانية أبقيف مع الجزئية الثانية من الحديث الذكر أخونا أبو منصور وهو عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق فالجزئية الثانية من الحديث تدعو الناس إلى الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنهاهم عن التفرق لأن ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فمن أراد أن يجمع الناس ما يزال الليلة في الساحة وفي المولد يقول لك ندعو إلى الاعتلاف وندعو إلى التكاتف والوحدة وندعو إلى التقارب وندعو إلى التسامح لكن على شنوه ده سماني وده قادري وده تجاني وده ريكاني وده صابولابي وده غيره أخو مسلم وده بلاغاتي كلكم تتلموا أي زول بعقيته دي سلب تعتني فايات بس والله يسلب تعتني فايات لأن أي زول جاي بعقيدة خربانة ما بتتلم وما بتتلموا أبدا حتى لو اجتمعوا يعني بالأبدان فقلوبهم متنافرة وأنفسهم متباعدة متباغضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف الأرواح جنود مجندة الموحد بحب الموحد والسلفي بحب السلفي والصوفي الرمدان بحب الصوفي السجمان والبلاغات بتاع العفش بحب الصوفي البرض التجاني الشغل كل الأرواح جنود مجندة إذا فهمت الموضوع ده بتحلل لك إشكالات كثيرة لأن الليلة كثير ممن ينتسبوا إلى السنة تلقاوا مباري الحزبيين وقاعد مع الحزبيين وجلساوا الحزبيون ويقول لك هذا سلف سلفي بيطوا طريقة كده وريني بيطوا طريقة والسلف قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته يعني الزولة عنده بدعة داسية ما الناس بيشوفوا بيشوفوا البيخش معهم منه والبييطلع معهم منه والبيجلس معهم منه بيعرفوا إذا بجالس المرجع فهو مرجع بجالس الأصوفي فهو صوفي شوف جالس المتصوفة صوفي جالس الإخوان وخرج معهم ودخل معهم فهو منهم طلع مع جماعة العفش طلع مع طفشضهم قولا دمعهم طواله قال عشان كده الإنسان إذا أراد أن يجمع الناس يجمعهم على عقيدة واحدة أول حاجة دار تلم الناس ودائر الناس اجتمعوا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة الصافية وتدلهم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهم إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى حزم يا أخي التماشر إلا جماعتك يكونوا كتار ربنا اتكلم عن إبراهيم عليه السلام قال إن إبراهيم كان أمة براو أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين إمام براو والنبي عليه رسول الله يما تشتغل بالكترة زي شغل الأخوان المسلمين وشغل الحزبيين والبلاغاتية النبي عليه الصلاة والسلام قال قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الره والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد قال لك نبي كامل بيجي ما معه ولا زول مبعوث ومؤيد بالآيات وبالمعجزات بعد ما ولا آمن بيه ولا زول ونوح عليه السلام مكث في قومه تسعمية وخمسين سنة يدعو للتوحيد تسعمية وخمسين سنة يدعو للتوحيد فما آمن معه إلا قليل وده بيخليك قال لك تطمن الجماعة لو شاكلوك في الحلة ونبوزوك وقالوا متشدد وقالوا وهابي وقالوا خامسي وقالوا غير من التهم ما بضرك بأي شي ما دام على المنهج السلفي الصحيح الصحيح على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يضرك في شي ولا بتشتغل بالفرق عدي دي كلها فرق عسا ما بتضرك بي شي نبي كامل النبي عليه الصلاة والسلام قال والنبي وليس معه أحد يا أخي إنتم تخيل معي نبي وما القيامة يجي ما آمن بيه ولا زول مع إنه أحسن الناس خلقا وأخلاقا ومؤيد بالمعجزات ومؤيد بالآيات والبراهين الواضحات بعد الناس ما بيؤمنوا بيهم هل النبي ذا لم لم يبلغ رسالة ربه لا 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 بلغ الرسالة وعلي أكمل وجه لكن الناس الناس الذين بعث فيهم رفضوا ونفروا عن دعوة الحق ودي الليلة الدعوة الليلة الليلة اللي يرفضوا أكثر الناس في البلد أكثرvin وفي غيره من البلدان ينفروا من هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى الانتزام beha ينفر منا له لأنها تخالف الأمزجة وتخالف العادات وتخالف ما كان عليه الآباء وما كان عليه الأجداد الأسلاف من الضلالات والجهالات كثيرا لا لا فيه كثير من الجماعة وكثير من بيوتات الطرق الصوفية وكثير من شيخ الطرق الصوفية يعلم تماما أن الدعوة السلفية هي الحق ولكن الكبر ولكن المكانة التي هم فيها يعني مكانة ما عند الناس هو شايف نفسه لو رجع للحق بينقص من غدره وده ما عرف ما عرف الحق وما عرف التواضع أصحاب الكهف مش أهلهم كانوا طلعوا من أهلهم وفارقوا بلدهم ربنا رفعهم ورفع ذكرهم وجابهم وآواهم إلى الكهف وحفظهم وغيرهم والصحابة كذلك لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية ابتلوا ابتلاء عظيما ولكن العاقبة للمتقين كما قال الله تبارك وتعالى في النهاية الزولة بوحد والزولة بخل عقيدته في الله براه ويجعل قدوة النبي عليه الصلاة والسلام ويلتزم بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أوراد إلا أوراد النبي عليه الصلاة والسلام وما عنده أذكار إلا أذكار النبي عليه الصلاة والسلام وما عنده يعني بدأ يتقرب بها إلى الله دا بعيش سعيد وبعيش مطمئن وبعيش هادئ البال لكن أما إذا كان عنده طريقة أول حاجة تعب وتكلف وتنطع وتشدد لأنه البيضة ليست من الدين في شيء إدو الأولاد يقول له تقول يا دايم في كل يوم أربعة ألف واربعمية أربعة وأربعين مرة يا أخي فداعي إليه يا أخي ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الذكر ميسر والسنة سهلة لكن دي الشدد في السنة أيضا المبتدع هو المتشدد وهو المتنطع أذكار النبي أذن ميسر الجات محدودة تعمل محدودة وجات مطلقة أعمل مطلقة يعني فيها أذكار جات مقيدة زي سبحان الله دبر الصلوات المسلم يقولها كم مرة 33 مرة وفي رواية 10 وفي رواية تانية بصيغة جات 25 مرة دي مقيدة يعني ما يجوز تزيد فيها ولا يجوز تنقص فيها أما جات مفتوحة أعملها مفتوحة ولا محتاج لها لي سبحة لا لوبة والله أنا مرة لقيت واحد هناك في مروابة قاعد هذول في الزلط قاعد في الزلط وقاعد لا تحيد عربية وعنده سبح هذول قريبة خمسة وعشرين متر وفي نهاية في جرس شغال كله الليل كله شغال كده بس والله الليل كله شغال ور 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 يا هذول ده شنو ده منو الأمرك بأي ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أعمل ده أبدا ما قال له السنة ظاهرة وموجودة ومتوفرة لكن الدوليه الدوليه شيخ من الشيوخ ومسكوا فيه وبطورة يوم القيامة ربنا قال يعني الزولة بيلتزم بالأشياء دي وما يتوب منها ربنا قال يوم القيامة قال في ناس بيندموا ندم شديد ربنا قال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا والخليل ده دائما الزولة المقرب لك وربنا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين شوف لو ما كان عليه تقوى وتوحيد يوم القيامة بتحصل مشاكل والله ما يعلم بيها إلا الله لشان كده ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراهوا العذاب الذين اتبعوا ديال السادة والذين اتبعوا ديال التبع شان كده إنت ما تخليك تابع لبني آدم خليك تابع لرسول طوالي ما تخلي قدامك بني آدم تقدم كلامه عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وربنا قال في صورة الأحزاب ودائما بنذكر الآيات دي لأنه دي آيات تأمر بل اتباع وتنهى عن الافتراق وتنهى عن متابعة غير النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار شفت يقلب لهم وشوشهم في النار لأنه يستاهلوا في الدنيا هنا ما داري تابع الرسول عليه الصلاة والسلام يستاهل يقلب له وشو في النار ربنا قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يوميذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ليه تسقى من عين آمية ربنا هنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ألا لا في سادة ولا ما في سادة يا جماعة فيه كتار زي ما قال عبد الرحيم الزريبة السادة السادة أنا عبداً لكم نادة السيد المرغني السيد ما عارف لك البرهاني السيد التجاني السيد الختمي السيد الركاني ودهل كلهم ما الله ما أمرك تتابعوا المتابعة عامية الله أمرك تتابع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً لشان كذا الاعتصام يكون بالكتاب والسنة وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرغوا اعتصم بالكتاب والسنة وفارق جميع الطرق وجميع الأحزاب وجميع الجماعات وخليك مسلم حر أصلاً ما في زول يملي عليك تعليمات إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والله تكون مرتاح لكن باريت لك أي طريق غير ده ربنا قال في القرآن وقتين بالآية دي وقدم أخونا من حي الدين ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل يعني الطرق الطرق يعني الطرق الصوفية والجماعات والأحزاب كل هذه الطرق وصراط ربنا واحد المولد أكثر فيه أكثر من 350 خيمة أي طريقة براء أذكار براء أوراد وراء يعني ألوان براء أشكال براء حقة الرسول كانت كيف خيمته كانت كيف في آيات لون في آيات صورة جوا في آيات أوراد المدايحة اللي كانوا بيقولاه شنو ما بتلقى ولا حاجة من هذه الأشياء التي يفعلها هؤلاء الجهال الضلال الذين يحسبون أنهم يحسنون صنع وخابوا وخسروا ورب الكعبة